سوف نتطلع باهتمام قوي إلى استعداد إيران للانخراط بطريقة تؤدي إلى تقدم موثوق به وملموس بشأن هذه القضايا تراجع أوروبي عن إدانة إيران لدى محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن قررت فرنسا وبريطانيا وألمانيا سحب مشروع قرار ينتقد تقليص تهران لعمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي المدير العام للوكالة رافايل جروسي قال إن إيران لم ترفض المشاركة في مبادرة لتوضيح القضايا العالقة بما فيها تخصيب اليورانيوم لقد قبلت إيران مبادرة للاشتراك في جهد مركز ومنظم لتوضيح القضايا العالقة سنطرح كل الأسئلة على الإيرانيين ونأمل في أن تتبع ذلك عملية فنية أو سياسية نعتقد أن هناك إمكانية للوصول إلى وضع أفضل بالحوار أداف جروسي أن الوكالة ستعقد اجتماعا فنيا في إيران مطلع أبريل المقبل وسيكشف وقتها شكل تعاون إيران مع الوكالة لسيما بعد إحاطة الوكالة بأن إيران أنتجت كمية من معدن اليورانيوم في المقابل قبلت إيران بالاجتماع ورحبت بتخلي الأوروبيين عن مشروع القرار واعتبرت أن من شأن هذه الخطوة الحفاظ على الدبلوماسية وتهيئة الظروف لعودة كل الأطراف لالتزاماتها الخارجية الإيرانية أعربت عن أملها في الاستفادة من هذه الفرصة للتعاون وضمان تنفيذ الاتفاق النووي من قبل الجميع أما الولايات المتحدة الداعمة لمشروع القرار الأوروبي الذي لم يطرح للتصويت فقد أبلغت مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران حصلت على فرصة أخرى لمعالجة مخاوف الوكالة بشأن جزيئات يورانيوم عثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة وجددت التأكيد على أن واشنطن ستراقب الوضع عن كثب ترجمة نانسي قنقر